اهلا فيكم حبايا ببرج الدلو رح تجوب شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او تنطبق عليك القراءة طبعا عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة او مقطع معين او جزء معين انت تحس انه فادك او تحس انه بينطبق عليك فانت خذ من القراءة فقط الشي اللي بيفيدك والشي اللي ممكن تستفيد منه بينطبق عليك وترك الباقي راح نبلش في طاقتك انت بعدين راح نشوف طاقت الشريك والحبيب خطواتكم في المستقبل وايضا مصير العلاقة او شو ممكن رح يصير بينكم في المستقبل بنا نسحب فقط كروب موضيحية بعدين راح نبلش بالقراءة طيب نبلش بقراءتك اول او بطاقتك اول انت يا بور جزالو انت عم تركز حاليا عم شوفك مركز حاليا بكيف تشافي حالك او كيف تداوي حالك ممكن تكون كتوم ببعض المشاعر اللي عم تحس فيها وشوي دفاعي عم شوف قلبك مكسور مشان هيك عم تحاول انك تتشافى او تداوي في اشي جارحك بشأن شخص معين او بينك وبين الحبيب في اشي يمسبب لك نوع من الحزن ولي انت عم تحاول انك تتشافى داخليا ايضا عم شوف انه انت من الوضع المادي في عندك مشاريع جديدة او في عندك فكر جديدة فكرة جديدة او حتى مجموعة افكار جديدة عم تحاول انك تشتغل عليها متحاول انك توسع طاقتك بالمجال المادية ايضا بتشوف انه وضعك المادي مهم بعلاقتك بعضكم بيشوف انه انك تتطور من الناحية المادية مهم لعلاقتك ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه انت بتحس انه بيتطلب او بده شخص كتير ناجح عم شوف انت عم تمر حاليا بدورة معينة او في عندك اكتمال من نوع معين ايضا في شخص بحياتك بدك تتواصل معه ولكن عم تمنع حالك من انك تتواصل معه لانه انت مجروح عاطفيا او يعني زعلانه متحسس من الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن عم شوف بدك تتواصل معه او بدك العلاقة بينكم تتطور اكتر ولكن عم تمنع حالك من انه انت تقوم بالخطوة الاولى او عم تحاول انك تكون متحفظ وكيتوم اكتر بالنسبة لطاقة الشريك او طاقة الحبيب طاقة الحبيب عنده مشاكل كتير بالبرايد او بالايغو او بكرامته ممكن انت ايضا نظرتك لهالشخص تشوف انه هو شخص كتير مش متعالي او مش شايف حاله ولكن ما بيحب انه يتأسف بس يغلط او عنده كرامة كتير عالية هالشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بتشوف انه هو شخص تنافسي او شخص لازم هو اللي كنته اللي تمشي عم شوف ايضا هالشخص طاقته الحالية في عنده هدف مادي عم يطمح لالو لسه ما وصل لالو بالتحديد لسه عم ينظر لالو من بعيد ولكن عم شوف انه بده يطلع منتصر بالوضع المادي ايضا بالعلاقة بينكم ممكن تكون انت وهالشخص لانه عندكم اوراق مادية كتير عالية فممكن انت وهو اشخاص محفزين كتير من الناحية العملية او بتحبوا انت وهو بتحب انه تنجحوا من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل والشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالمرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوف انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح من النسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم تشوف انه طاقته نارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادئ الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخاذ الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه يكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بيب يصاوي او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية بيرسونة شخصية معك وشخصية بتطلبها او وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون او شخص كوميدي شخص يقدم اه انترتيمنت او يقدم الترفيه فلا بد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات فانت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائما فيه اشي جديد بحياة هالشخص او دائما عم يقدملك اشي جديد او دائما بتشوفه بشخصية جديدة او بصعب عليك صعب عليك انك تفهمه لانه دائما فيه اشي جديد تكتشفه بشخصيته او بطبيعة هالشخص طيب بالنسبة للطاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم هالكمي هالكمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لانه هالكمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى انه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص ايضا فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عم تطلع عندي سابن سابن فممكن رقم سبعة يرمز لبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص فيه عنده اختيارات كتير يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول كتير ايضا فيه بينكم حب وبتعتبروا بعض مثل السولميت ولكن فيه فيه بينكم بعد بالمسافة ممكن تكون بعد بالمسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انت متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما طرف عم يحاول يبادل شخص الاخر من حياته او عم يحاول يخلي مسافات قدر المستطع لانه عندك في ستار كارد فانتو تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم اياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي امنية لسه ما تحققت لسه بعيدة المدى ايضا فيه بينكم فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه فيه عندكم ايس اف وانت بعدين كين اف سول يعني فيه عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتمتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين بيرجع ينطلب الوضع بسرعة ايضا ايضا العلاقة بينكم عم شوف انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء رجل او امرأة طرفين بيها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق لتحليل الامور ما في كتير او ما في كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما في تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالزات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالزات للطرف هاد في عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق لتحليل الامور عم شوفت خطواتك القادمة في المستقبل فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشف شو الاشي اللي بد الهدفك في الحياة او اللي المفروض تساويه في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او رح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تساويه بالحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن ايضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك واضح انت رح تركز على مانتياتك او بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية اكتر يعني بالمستقبل عم شوف لبعض منكم بده ارتباط مع هالشخص او بده ازواج مع هالشخص لأنه عندك تهيروفنت تهيروفنت أو البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك أو طاقتك بأنك تكتشف شو اللي بتريده ممكن أنت هم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبينها الشخص وتشوف أنه هو هل تحاول عم تكتشف أنه هو فعلاً الشخص اللي لدك تكمل حياتك معه ولكن عم تشوف أنه بالمستقبل عم تفكر أنه تكون جدي أكتر تكون براكتكال أكتر أو تكون منطقي أكتر في عندك أيضاً في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل أو رح تقابل شخص أيضاً ممكن أنت محطوط أو رح تنحط بطريق بالمستقبل لأنه في عندك توف وانس في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن في المستقبل أنت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوثق بين المادة وبين الحياة العاطفية أو بين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن أنت عم تحس أنه فيه إشي عم يأخذ من إشي يعني إذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص وإذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل من شوف خطوات الحبيب القادمة حبيبك أو شريكك عنده فينكس رايزن يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حالياً وفي عنده شفت أو في عنده صفحة جديدة رح يبدأ فيها أو مطرحة جديدة رح يبدأ فيه أيضاً بدي أحكي على أبراج اللي عم تتعامل معها قبل ما أنسى ممكن تكون عم تتعامل مع أبراج هوائية أبراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور أيضاً ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لأنه هالكرت بتبع برج السرطان الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالأغلبية ممكن برج السرطان أو شخص في عنده مي كتير للخارطة الفلكية تبعته وهوائي أيضاً في عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف أنه في عنده هدف هالشخص عم يسعى لأجله في عنده تقدم رح يصير كتير منحوض وكتير سريع عم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن أو في عنده ديترمنيشن كتير عالي للوضع المادي عم يطمح إلى إنجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك إنت ومشوف أيضاً إنه هو بيشوف إنه العلاقة من أجل إنه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح أيضاً يعني هالشخص بيفهم إنه المادة طبعاً مش كل إشي ولكن بيفهم إنه هي إشي كتير مهم من أجل تكوين أسرة أو تربية طفل أو إشي مثلاً هيك عم شوف إنه هو في شخص كتير مصمم إذا أنتم منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص في عنده كتير إيرادة وتصميم إنه دائماً كل الأمور بتخرب بيصلحها مرة تانية أو مستعد إنه يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية أو يصالحك مرة تانية أو تتوفقه بالعلاقة مرة تانية يعني هم شوفه شخص كتير صبور مع إنه متهور ومتقلب المزاج إلى إنه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقته سعي موجه عم بعرف أحكي ليهم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبل أوبن ميندد عقليته من فتحه بيحب يسمع آراء أخرى فنشوف طاقتكم بالمستقبل شو رح يصير سايكلز هالكرت إجا بنفس المطرح لبرج الجدي فإذا بتحيب التابع لقراعة هديك ممكن تفيدك بإشي معين لإنه بنفس المطرح جات فبالنسبة لطاقتكم بالمستقبل عم شوف إنه في عندكم شفت وتغيرات رح تصير بينك وبينها الشخص في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل إلى إنه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لأنه إنه وهو أشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وإرادة أشخاص أيضا بدكم تكونوا أسرة مع بعض إنه وهو عم شوفكم عم تطمحوا إلى تكوين أسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الأمور أو في عندكم شوي اللي خبطة باتخاذ القرار إلى إنه الهدف النهائي بالنسبة لإلكم الاثنين هو تكوين أسرة وعم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الإمكان أيضا عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه رحي حبيبك أو شخص اللي عم تتعامل معه كتير عميد من اللي مبين بالقراءة مبين إنه هالشخص كتير عميد أو فيه بينكم وبين بعض كتير عميد وعم تحاول إنه يعني كل واحد يفرض سلطه بالوضع أو ممكن أنت تحس إنه هو عم يحاول دائماً إنه يفرض سلطه إذا إنت رجل ممكن الإمرأة اللي عم تتعامل معها تكون إمرأة شخصيتها كتير قوية وإذا إنت إمرأة ممكن رجل اللي عم تتعاملي معه يقول شخصيته كتير كتير قوية وبيحب يكون هو اللي دائماً مسيطر على الأمور ولكن عم شوف إنه الطريق بينكم شوي صعب شوي فيه تحرك ما فيه خط ثابت لحد الآن يعني لسه فيه طلعات وفيه نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو إنه يكونوا أسرة مع بعض عم يشتغلوا كتير مشان يكونوا أسرة مع بعض عم شوفكم عم تعتبروا بعض سول ميت ورفقاء ضرب أيضاً ممكن تكونوا اللي تميانة عم توفروا من الناحية المادية من أجلها العلاقة للبعض منكم اللي عم وتريدي تسارح بإنه بدوا يكونوا أسرة مع بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر